وده يأكد برضو وإن كان طبعا فيه احتمالية كبيرة جدا أنه كولر يراهن على كريم فيه مكان عالي معلول بعد نجاحه فيه الشوط الأول في رادس لكن في النهاية أنت بتراهن على كل أوراق الهجومية واللي كانين فيه فؤاد الحقيقة يستهيلها يستهيلها وإن كان الحقيقة برضو ما تقدرش تقول أنه رضا سليم حسين الشحات عبدالقادر باسيتا وسامة أبو علي محمود كهرباء كلهم الحقيقة أوراق ممكن أهلي جدا يحتاجهم وممكن يكون عند حد فيه المفتاح السحري إن شاء الله لمباراة العودة في التسعين دقيقة هو السيناريو تسرب من الكنترول يعني الورقة اللي معايا دي اللي جابها لي ونفسها نفس النسخة مع بلال ومصطفى فيها من دقيقة واحد للدقيقة 95 هيحصل إيه في كل دقيقة وهما بقى يقولون لنا السيناريو المتوقع في مباراة السبت اللي جاي رحب بهم بس في البداية بلال محسن وأحمد مصطفى ديوفنا في حلقة الأربعاء العالمية النهار ده طبعا في أتالانتا ووليفر فوزن السبت إن شاء الله الأهلي والترجي السبت اللي بعده أعتقد هيكون الريال وبروسيا دورتن بساء الخير لأول بساء النور طبعا يا أحمد أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين ومبروك تدويج الستيتي بالبرمير ديك طبعا أنت لقب يعني أنت عشان نحك نمر بره على الهواء الأهم من الأربع جايت بريكلي على إن شاء الله شامبيونز ديج أفريقيا إن شاء الله بإذن الله بساء الله خير يا أحمد بساء الله خير يا أحمد ومبسوط جدا أنا معك وموروك تاني على الدور الإنجليزي لأنا كنت أتمنى الأرسنل هو اللي يحقق الدوري أنه نادرا لما الأرسنل يوصل لتسعين نقطة بس بس أنا في حتة جواية مش قادر أخبي أنا متعاطف بصراحة جدا يعني متعاطف مع أرتتا ومتعاطف مع النسخة ديما الأرسنل بس برضو يعني مش قادر يعني توصل لتسعين نقطة ومتخدش دور إنجليزي معاك بوص في كلها هم تسعة وتمانين مش تسعين هم وصوا تسعة وتمانين لكن هي في النهاية يعني هم مقدمين سيزن رائع بس مش أرواع من السيتي بصراحة ولا أرواع ما فيش كرة بتتقدم في على مستوى أوروبا كلها ولا حتى الريال ولا البرسا ولا البيارن ممكن تكون قريبة بس مجرد قريبة من كرة السيتي فصعب أنك أنت تسلم السيتي وتطلعه بموسم بدون بطولة جبية بس رائع سنعايشكوا آخر جولتين برضو في أجواء صعبة خالص لا تتنهام رجل لقد حضرنا الفشار والعصير وقعدنا قولنا يبقى دوري زي الجوير وحتى فودن قال لك لا اموت انت في الصفين فودن قال لك اقفلوا الشاشات في أول عشر دقايق فودن فكرنا بجن رضا شحاتف موتش الأهل والزمالك ستة واحدة صحيح طيب خلينا أبدأ معاكم من مباراة الزهاب أنت كنتم موجودين معايا في حلقة ليلة الامتحان يوم الأربع اللي فات وكلمنا على السيناريو المتوقع إلى أي مدى أنتو بنسبلكم النتيجة لحياة الأهلي في رادس مرضية أبدأ بقى أحمد نتيجة السفر سفر نتيجة مرضية طبعا لكن مش متمئنة يعني لأن هي نتيجة خادعة أنا بشوف أن التراجد التونسي نجح في النتيجة اللي هو عايزها ممكن تبقى شايف أن التراجد التونسي محققاش النتيجة لأنه طبيعي يلعب على ملعبه وسط جماهيره لكن ميجيل كاردوزو هو مدرب عارف وعايز النتيجة هو عارف يلعب قدام نادي الأهلي نادي أعتقد هو الأقوى في أفريقيا وعارف أنه كان السيناريو اللي رسمه في دماغه أنه يطلع بالنتيجة اللي تلعب بها زي اللي تلعب بها سفر سفر أو ممكن يخطف هدف وده حصل في أول خمس دقائق كان ممكن يخطف الهدف اللي طبعاً لضعف أول ثلاث دقائق بالضبط فأعتقد أن السيناريو بالنسبة له هو شبير أنقذة شبير أنقذة طبعاً شبير طبعاً متقلق في دورة أبطالة أفريقيا عم قدم مبارات كبيرة جداً اللي شجعه على هذا هل تعتقد أنه تأهله على حساب سانداونز من بريتوريا بمكسب 1-0 ضد سانداونز يقولك أخلي رهاني على مواجهة الأهلي وإن كان الأهلي يختلف برضه عن سانداونز هو رجل مش مدرك للأهلي في ملعبه وقص جمهوره الدنيا عاملة إزاي لكن هل ده ممكن يخليه فكر أنه أأجل الرهان لو ما استقبلتش في تونس أأجل الرهان على اللقب لمواجهة القاهرة هل فيه ممكن مدير فني يفكر بالطريقة دي يعني بص يحب دير فني عاقل يفكر بالطريقة دي بص خلينا نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة القبل اللي سبقت لقاء الأهلي والترجي في رادس وقلنا أن ميجيل كاردوزو هيختار أنه يلاعب النادي الأهلي بالطريقة اللي لعب بيها النجم الساحلي في الدوري مش الطريقة اللي لعب بيها سانداونز فيه دور الأبطال وده لسبب أن النادي الأهلي ما بيبقاش عنده المساحات الكبيرة لو تفتكر لما تكلمنا وشرحنا بالحالات أن النادي الأهلي ما بيبقاش في خط ظهر المساحات الكبيرة اللي كانت موجودة في خط ظهر سانداونز نظراً لأن سانداونز بيندفع من الدقايق الأولى وتقريباً طوال أحداث اللقاء هجومياً بحثاً عن الفوز ودي مدرسة ولكن مدرسة النادي الأهلي إن أنا حتى لو ما مش هندفع هجومياً ولكن أنا بقف كويس قوي بعرف أنظم خطوط الدفاعية آه النادي الأهلي كان هيستقبل هدف من بالمناسبة إحنا لو جئنا تكلمنا عن كرة الهدف اللي أنقذها مصطفى شبير وإن شاء الله يكون تصدي البطولة لأنه أخرجه بصعوبة كبيرة جداً الجملة دي جت نتيجة إصابة علي معلول وكان حصل حتى كلام بين حسين الشاحات وإمام عشور على مين يرجع يغطي معلول في الدقيقة دي كان الترجع فده طبعاً من الحاجات برضو اللي تقولك أن كرة القدم بتحبك لسه عايزة تبقي على حظوظك لأن استقبال هدف فيه الديئة الرابعة تقريباً كان هيعقد الحسابات نوعاً ما لأن كان النادي الأهلي هضطر أنه يخرج من المناطق الخلفية وبحثاً عن هدف التعادل ما كنتش عارف إيه السيناريو ممكن تستقبل هدف تاني يصعب حساباتك تماماً ولكن خلينا نقول أن نتيجة الصفر صفر هي نتيجة خادعة في كل الأحوال خاصة بعد أو مع إصرار الكاف على تطبيق قعدة الهدف خارج الأرض بهدفين فالنادي الأهلي هيدخل لقاء السبت مع أفضلية الملعب والجمهور ولكن بيقابلوا بنادي الترجي اللي داخل مدعم بقعدة الهدف خارج الأرض بهدفين وأنا بشوف أن الاتنين أصبحوا متساوين أنت عندك ميزة كبيرة جداً ملعب هيمتلئ عن آخره معتاد اللعب عليه ولكن كمان الترجي عنده أفضلية كبيرة جداً في حالة لقدر الله أن نسجل هدف في ملعب السادة القاهرة فأعتقد أن المباراة لازالت على الورق زي ما بدأنا في تحليل المباراة الأولى هنبتدي في تحليل المباراة الثانية أن المباراة لازالت على الورق 50-50 مع أفضلية نسبية للنادي الأهلي أن المباراة الثانية هتلعب على ملعبه والتركيز الدفاعي الكويس هيحميك من قصة أن أنت لقدر لا تستقبل هدف وساعتها تقدر هجومياً تحرز هدف أو هدفين يطمئنوك تماماً ويعدوا بك للتتويج إن شاء الله هل الترجي ممكن يكون عنده أي رهان غير على اللعب على فكرة الزون أو الدفاع وتقفيل وتديئ المساحات وأنه يكون فيه كاونتر أتاك؟ هل فيه سيناريو تاني ممكن يلجأ له الترجي مع عبدات مباراة السبت؟ لا طبعاً هو نفس السيناريو اللعب به مباراة الزهاب ولعب به أمام سانداونز هيلعب به أمام النادي الأهلي هو هيعتمد وده مجيل كردوزو أعتقد من وقت التدريب والترجي التونسي هو نجح في أنه يخلي فريق الترجي التونسي قوي دفاعياً نظم الفريق دفاعياً لأنه عارف أن الفريق مش أقوى فريق في أفريقيا لكن هو نجح في أنه هل أنت بتشوف يعني رقمياً هو طبعاً واحد من أكتر الفرق المميزة دفاعية لكن لو شفت 180 ديابة سانداونز أنا شفت أنه سانداونز اخترق دفاعات الترجي من كل حد من وصوبه من على الأطراف من الكرة السابتة من التسديد من خارج البوكس من الاختراق من العمق يعني ما فيش محور من محاور الهجوم لسانداونز ما نجحش في اختراق دفاعات الترجي والوصول لمرمى أمان الله ما ميش يمكن ما كانش فيه توفيق لكن ده ما ينفيش أنه دفاع الترجي في المباراتين سواء في رادس أو في بريتوريا كان في منتهى الضعف أو منتهى الهشاشة أمام فريق سانداونز أتفل معك أحمد طبعاً جداً لكن برضو ما نش عايزين نخفل في قوة سانداونز سانداونز فريق قوي هجومياً وبيقدر يخلق فرص كثير جداً فمهما تكون أنت قوي دفاعياً ومنظم دفاعياً الفريق اللي قدامك برضو أحياناً برضو عنده إمكانيات كبيرة وعنده لعيب وإحنا عارفين أن السانداونز بيختارك من العمق بيختارك من الأطراف بيختارك من كل الاتجاهات فريق مهاري جداً وعنده إمكانيات كبيرة جداً ما كانش عندهم توفيق وأعتقد أن السانداونز قريب جداً من نادي الأهلي عشان جداً أنا بشوف نادي الأهلي في مبارات يوم السبت القادم لازم ينزل على فريق الترجي التونسي ضاغط من أول دقيقة لأن الترجي التونسي هيحاول أولاً ينتصح على مثل الجماهير والملعب ويحاول يطول المباراة على قد ما يقدر واعتماداً على أي كرة ممكن يخطفها عن طريق طبعاً يان ساس اللي هو بيعتمد عليه كمهاجم واهمي خلف رودريجز اللي بيعتقد بيشوف أنه مهاجم بيقدر يبقى محطة وبيقدر يخلق فرص ومساحات للعيبة اللي جاي من الخلف فبشوف أن الترجي التونسي عشان تخليه ما يوصلش للحاجة اللي كردوزو بيفكر فيها وعملها مع صندوز وممكن يخطف أي حاجة أول ثانية مباراة مارسل كولر يضغط على فريق الترجي التونسي ضغط عالي من أول ثانية طيب أنت نقلت لي السيناريو الأهلي بس أنا قبل ما روح لسيناريو الأهلي ومارسل كولر رباً على طريقة كردوزو اللي أنت قلت لي لسه من شوية أنه ما عندوش بديل مظبوط لكن خلينا أكلمك على الأهلي برضو يعني أماجي بص الأهلي وهجي لكم كمان شوية للإعلام الرياضي التونسي بيبص المباراة زي بتتكلم على أطول سلسلة لهزيمة على مستوى نسختين من دوري الأبطال بتتكلم على أكبر عدد من المباراة لحال أهلي فوز خارج الأرض في بطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قلتة مارسل كولر عايزة فهمني أنه ده مش محطوط في اعتبار ميجيل كردوزو وهو جاي لعب الأهلي في القاهرة في وسجمهوره في نهاء دوري الأبطال اللي بيلعبه الأهلي لمرة الخامسة على التوالي أكيد هو يعلم تمام العلم أنه الأهلي يختلف عن أي فريق تاني في أفريقيا يعني يمكن يحمد خلالنا نقول أن أي مدير فني أو أي فريق لا يتمني مواجهة النادي الأهلي ولكن خلاص يعني أنت عدت أو تجاوزت كل الأدوار ووصلت للمحطة النهائية وهي هتقبل النادي الأهلي فكاردوزو في خلال المواجهة الأولى لي مع النادي الأهلي في ملعب رادس أعتقد أنه هو تعرف على النادي الأهلي جيدا على أرض الملعب يمكن هو ما وجهش النادي الأهلي قبل كده كمدير فني مع الفريق ولكن دي أول مواجهة بتجمعه مع النادي الأهلي فأعتقد أنه التسعين دقيقة لو هو استغلهم في التعرف فقط على شخصية النادي الأهلي وطريقة لعبه ومفاتيحه 90 ديابة عرادس أعتقد أنه هو وما استقبلتش شباكه كمان أهداف على ملعبه وده أعتقد أنه كان المهم بالنسبة له جدا أهم ما استقبلتش شباكه عشان كولر كان قانع جدا بأنه بس فكرة أنا مش عايزة أسجل أنا كمان مش عايزة أستقبل ولا ما استقبلتش شباكه لأنه الأهلي ما جربش أنه هو لا يعني أنا من متابعيتي لللقاء أنا بشوف أن الاثنين مدينين فنيين كان هموهم الأول لو ما سجلتش ما استقبلتش يعني أنا ما شوفتش فريق ضغط هجوميا من فترة من الفترات وخد الرسك الأهلي هجوميا في مازينبي أفضل بتشوف أفضل بتكلمي على مباراة الكنغو مش مباراة القاهرة أنا بشوف أن الأهلي في مازينبي ضغط مبكرة نحن تكلمنا أنه كان في الديق الرابعة تقريبا أن نادي الأهلي كان أحرز هدفين لو سامة أبو علي في مباراة مازينبي الأولى ولكن حسابات النهائية دايما تختلف أنت عارف أن المباراة النهائية دايما أو النهائيات بتدار بطريقة مغيرة تماما لأي دور قبل النهائي فالمباراة النهائية حساباتها مختلفة عشان كده أنا أعتقد أن كاردوزو ما اندفعشه هجوميا خوفا من تلقي مرمى لهدف يوربك حساباته لأنه هدف في ملعب رادس بهدفين كذلك مارس الكولر ما حد بش يدخل مباراة الإياب في ملعب القاهرة وهو متأخر في النتيجة وأعتقد أنه لما تبدأ صفر صفر على ملعبك فده لي أفضلية كبيرة جدا بحسابات مارس الكولر كمان كاردوزو عنده نفس الحسابات تقريبا أو عنده نفس القناعات إن أنا طالما داخل صفر صفر فأنا هعتمد على إن أنا سجل هدف في خارج ملعبي فده أعتقد أن الاثنين ولكن على أرض الملعب المباراة الأولى 90 دقيقة لم تفي بالوعود الفنية للمتفرج العادي المشجع ممكن يكون طالع مرتاح للنتيجة عنده أمل في مباراة العودة ده اللي بيشجع هنا وهنا لكن المتابع العادي اللي كان مستني واجبة كروية دسم على أرض الملعب ما تحققش طيب إذا كنا نتكلم خليه برضه أقول وأكد على الجزئية دي إذا كنا نتكلم على فكرة الزون والتحولات تعالى ناخد قياسا مباراة الترجي مع سانداونز في بليتوريا يعني المباراة اللي لعبها الترجي خارج أرضه عشان يبقى السيناريو مشابه هو راح لعب قدام سانداونز في بليتوريا وجاء يلعب مع الأهلي في القاهرة إذا كنت بتتكلم يا أحمد على إنه كاردوزو هيراهن على فكرة إنه ألعب زون أأمن كلما الوقت يعدي لعبتي بتبقى أهداء لعبتي الأهلي الضغط بيزيد عليها أحاول أنجح فيه إن أنا أخطف مرتدة حتى المرتدة أنا شايف إنه الفريق اللي زهر قدامنا فرادس ما عندهش خدرة إنه يعمل الكرة مستمت يعني كل لعبته باستثناء ينسس شوية يعني كلهم يتميزوا بالبطء الشديد جدا جدا والكرة اللي أحرزوا بيها أو اللي سجلوا بيها هدف الفوز في بليتوريا على سانداونز كانت نتيجة خطأ دفاعي ما كانتش نتيجة تحول سريع هذا البقرية كمان أقول لجبه بالضبط كما كانتش نتيجة تحول سريع أو هجمة مرتدة منظمة زي ما إحنا بنقول الرهان هنا ممكن يكون برضو على إيه؟ على أخطاء لعبة النادي الأهلي على أخطاء خط دفاعه يعني بص أحمد يعني عايز أقول لك الحاجة أنا عجبتني في كل رأي في مباراة الزهب وأنت تكلمت أنت وابلال فيها أنه كان ذاكي جدا لما راح لعب التراج في تونس اتفرج على مباراة سانداونز واضح جدا أنه تفرج على مباراة سانداونز كويس جدا التراج التونسي أو مجيل كردوسو بيحاول دايما يعني يعمل يعمل الخدعة للمنافسين بيستدرج المنافسين بيديهم دايما اللي تعمل يديهم الإحساس دايما أنهما بالاستحواز وده عمل مع سانداونز كان سانداونز تمع في المباراة في مباراة تونس هو تمع فيها وعشان كده كلر ما جامرش كلر يعني رضى بالنتيجة أو كان مقتنع بالنتيجة أنها تخرج بالنتيجة سلبية أو بنتيجة 0-0 كان ممكن يتمع لكن لو كان تمع في مباراة كان ممكن يدخل فيه هدف وكان يبقى المباراة صعبة عليه هنا وعشان كده هو كان راضي بالنتيجة وأعتقد في المباراة القاهرة مجال كردزو برضو هيلعب بنفس الطريقة لأنه هو عارف النادي الأهلي هيبقى مضغوط مع كل وقت بيمر وكمان هو هيعتمد على الأخطاء وهي دي لعبته اللي بيعتمد عليها في المباراة أمان من نفسين القبار لما جئنا جبنا مباراة النجب الساحلي لا ترجل تونسي مختلف بيلعب بطريقة مختلفة بطريقة هجومية بيتحول تماما لكن أمام الفرق اللي هي تبعتمد على الهجوم وعندها ممكنات كبيرة جدا مع leaks بعض الأهم ساع stata فإن النادي الأهلي أقوى منه فنيا وحتى جاهزية هو يعرف فيه الممكنات كويس جدا هو بيلعب بنانا عليه هو بيتمد ان أنا لأ النادي الأهلي ممكن يغلط في كرة ممكن أخطف كرة في اول ربع ساعة أمطص حماس الجمهي في ربع ساعة هذا مهم جدا مباراة الذهاب هو عمل حاجة مهمة جدا ضغط على النادي الأهلي ضغط على النادي الأهلي من البداية المباراة علشان يخوف النادي الأهلي ويخلق الأهلي ما يهاجمهوش وديه بعد كده بعد أوروبا ساعة بدأ يبقى تقريباً في نص الملعب شفناش أي خطورة تماماً على فالي الترجل أعتقد هو ممكن يعمل كده في أبرات برضو العودة يحاول أوروبا ساعة يبدأ يمتص حماس جميل الناد الأهلي وحماس الفرقة بتاعته يديهم سكة أكتر يبدأ ضاغط من فوق عشان كده أبوناد الأهلي لو مرسيل كولر اتفرق كويس جداً على أبرات العودة ممكن ما يضغطش ضغطة عالي لا مفيش وقت لأن الوقت اللي بيعدي في وجود فرقة الترجل اللي هي بتكسى بثقة أكتر مع كل ديابة مر لازم من أول ثانية مرسيل كولر عمل كده على فكرة في أكتر من براءة دائماً في المبارات اللي بتبقى محتاجة أن أنت تحسيمها من بدري لازم يعمل عليها ضغطة عالي وفريد الترجل توليسي ما عندهوش في الخط الخلف اللعبة المميزة أن أنت لو ضغطت عليها عالي تتعف تطلع بالكورة بالعكس ممكن تصفر عن أخطاء هم لاجأوا للطولية الكورة التولية كتير جداً فأعتقد مش يقدر أعمله كده في أستاذ القاهرة لو النادي قالي نجح في أن هو يعمل عليهم ضغط عالي عكس سندونز حتى زي ما أنت قلت الجنل اللي دخل في مرموهم سندونز عنده مشاكل أصلاً دفاعياً خلف الأظهرات طول عمره طول عمره يعني حتى هم مش بيهاجم هو عنده مشاكل دايماً الباكات بيدخله لجوة ده في صريحة الستي يعني آه لا لا مهمة يعني ده طريق المحتاج أضعف الفرق الكبيرة في القرى دفاعياً دفاعياً فهو حتى الجن دخل بالضبط من نقطة ضعفهم الواضحة دائماً في كل البطولات اللي دائماً حتى لما يعني بيوصلوا للنهاية بيخرجوا منها بسهولة جداً لكن نادل أهلي غير نادل أهلي مختلف نادل أهلي كولر بيذاكر المنافس كويس جداً بيخترر عناصر المناسبة للمباراة هيبقى عارف أن التراجد التونسي هو خلاص تعرف على فرد التراجد التونسي كويس جداً من أرض الملعب في رادس وكان واضح جداً أن كولر مذاكر فرد التراجد التونسي كان واضح جداً وأنا عشكده عجبني أنه هو مغاميرش المغامرة كانت ممكن تسفر عن هدف نادل أهلي لكن كان برضو ممكن تسفر أن هدف ممكن مرباك يستقبله لكن هو نجح أنه يخرج بنتيجة إيجابية نتيجة مرضية ليه هو حتى تكلم أنا مش هادره إذا كانت نتيجة كويسة ولا مش كويسة نتيجة السفر سفر دائماً بتبقى متوازنة طبعاً أنا شايفها طبعاً متوازنة وقلت ده على مدار الأسبوع كله أنه التراجي جاي القاهرة وميجيل كاردوزو شايف أنه كذبان واحد سفر هو في حاجة إلى هدف واحد عشان يبقى صدر الأمور أو الصعوبة للنادي الأهلي لكن خلينا أخذ تقييم كل لعبة التراجي محاور أداء الفريق من وجهة نظركم دفاعين وهجومين اللي لو الأهلي كتفها أو سيطر عليها أو فرض سيطرتوا عليها في الثلاث خطوط يقدر يمنع أي خطورة من فرقة التراجي مين في التراجي لفت نظرك يا بلاي؟ يعني أنا عجبني في المباراة الأولى طبعاً يعني لو خدناها من الخطوط الخلفية أنا كنت بشوف أن ياسين مريح كان عنده تدرك جيد بالكرة من المناطق الخلفية عكس ما كنت يعني مستني منه حتى فيجي تتعامل مع وسامة بوعاليف أكتر من كرة بالثقة الكبيرة اللي حتى بيتمتع بها محمد عبد المنعم عمدنا في النادي الأهلي فجئني يا سين مريح أنه عنده تدرك جيد بالكرة على مستوى الظاهرين احنا تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا أن عندهم ظاهرين مميزين جداً سواء بن علي في أو بن حميدة بن حميدة بدأ يغيب بنسبة جيدة المعلومات اللي عندين هو جاي مع البيعصة ان شاء الله يوصلوا بسلامة الله للقاهرة النهاردة لكن معلوماتنا أنه عنده كسر في أصابع القدم فهيغيب عن النهائي فأنا أعتقد أن زي ما بقولك يا أحمد اللي لفت نظري كمان حسام غشة لعب متحرك وحنا تكلمنا عنه وقلنا أن حسام غشة دايماً بيخش أو بيقوم بدور المهاجم الوهم اللي بياخد من وراء رودريجز المهاجم بيدخل ببعنده تكملة في منطقة الجزاء في بعض الأوقات بيتحول طريقة اللعب زي ما بيعمل مارسل كولر بيعمل كاردوزو وبالمناسبة اللي مصعب المواجهة ومخليها يعني إكوال كده على أرض الملعب حتى في الأرقام على مدار المشوار الفريقين أن تقريباً الاتنين المديرين الفنين بيلعبوا بطريقة مش هنقول مطبقة ولكن مشابهة مشابهة بحد كبير يعني إحنا شفنا مارسل كولر في كتير من أوقات المباراة كان بيستخدم إمام عشور كتاني مع وسامة أبو علي في الضغط وبيتحول الطريقة لأربعة أربعة اتنين برجوح سين الشحات أمام كريم فؤاد في الجهة اليسرى وبرستاو أمام محمد هاني في الجهة اليوم ويسيب الاتنين أكرم ومروان على الدايرة واللي بيعمل عملية الضغط الأمامي هو إمام عشور ووسامة أبو علي كذلك بيعملها برضو كاردوزو في الترجي بيدغط برودريجز مع حسام غشة أو ينساس الاتنين بيتبادلوا الأدوار ينساس ما ظهرش بالمستوى حتى هناك ما لقاش استحسان المتابعين لفريق الترجي ينساس حتى خرجوا المدير الفني هو كان عنده اندهاش أو استغراب أنه خارج ولما تيجي تبص على أرض الملعب هتلاقي أن ينساس ما كانش عنده المستوى الكبير يعني في المباراة لذلك هو اختار أنه يلعب بأسامة بوجره مع حسام غشة ورودريجز فأنا أعتقد أن وسط ملعب النادي الأهلي هيكون لي كلمة الحسم في اللقاء أنه لو ضغط على أهولو دايما في كل كرة بيستلمها ويمكن الكلام الحمد لله اللي احنا قلنا حتى الناس اللي تبعت الحلقة قالوا لنا أن ده اللي حصل أن كل كرة بيبصم عليها أهولو في وسط الملعب بيدوروا عليه زي ما احنا قلنا التشبيه المطابق لطريقة لعب أهولو هو مكوينة بتاع سانداونز بالضبط تقريبا بيبصم على كل كرة البكات والسرد بكات دايما بيدوروا عليه لأنه هو اللي بيحرك الفريق بإرسال الكرات الطولية سواء في عمق الدفاع أو على طرفي الملعب فأعتقد أن الضغط العالي على أهولو وأن انت ما تدلوش فرصة أن يستلم براحته في وسط الملعب هتضغط فريق الترجي واتغلطه في المناطق الدفاعية بتاعة الفريق كذلك استغلال بقى مفاتيح لعب النادي الأهلي اللي اختفت تماما في لقاء الزهاب أعتقد أن هي هيكون عندهم أفضلية كبيرة ومطالبين في نفس الوقت بتحمل المسئولية شوية ولما نيجي نتكلم في الحالات هنتكلم أن إزاي يكون عندك فرصة استغلال كرة ممكن ما تتكررش في لقاءات النهائية لأن انت عارف النهائيات دايما الفرص فيها بتبقى عزيزة شوية أو ندرة شوية مطالب بالتسجيل من أنصاف الفرص اللعب الجماعي لحد ما تصل بالكرة لداخل الشباك آه الحلول الفردية بتبقى مطلوبة سواء بالتسديد ولكن دايما لما يكون عندي حل فردي وحل جماعي بختار الحل الجماعي إلا لو أنا يعني بقى ليونيل ميسي مثلا أنا ممكن أعذره لو حل فردي لأن ده أنا ضامي لكن غير كده احنا دايما نحل جماعي لحد ما نضمن المكسب يعني صحيح طيب على الرغم من أنه في كتير من مفاتيح اللعبة في الفرقتين ولو كلمت على وجهات نظر في أسماء لعيبة هنا وهنا يعني هنتكلم على أسماء كتير لكن رقميا المفارقة بقى أنت بتكلم على أهولف التغولي في خط نص الترجي إن واحد من أهم اللعيبة لكن رقميا غيلانش علالي هو هو نجم تونس أو نجم الترجي التونسي في المباراة وعندنا في المواجهة اللي كان مرهوان عطية مرهوان عطية بالضبط كده من حيث الأرقام كانوا الاثنين الأكثر إنتاجاً وتأثيراً في مواجهة رادس وتعالوا نشوف كده مقارنة سريعة بين أرقام غيلانش علالي ومرهوان عطية تفضل يا حسن غيلانش علالي مدة مشاركة طبعاً للاعب المباراة كاملة التمريرات عمل 40 تمريد صح من 51 تمريرات مفتاحية 1 تمريرات طولية 7 من 8 تصيب على المرهوان 2 مراواجات 1 من 3 التحامات أرضية 6 من 10 إفساد الهجمات 1 التقييم 7 بوينت 4 وده أعلى تقييم أعلى تقييم للاعب المباراة بورد ترجي مرهوان عطية مدة مشاركة برضو 90 دقيقة تمريرات 51 من 59 تمريرات مفتاحية 2 تمريرات طولية 8 من 10 التحامات أرضية 4 من 6 إفساد هجمات للمنافس 2 التقييم نفس التقييم برضو 7 بوينت 4 في تشابه كبير جداً بينه وبعض في المباراة صحيح والاثنين طبعاً من اللعبه 6 والاثنين أعلى تقييم أعلى تقييم فعلاً أعلى تقييم فعلاً تقول لي يا بلال؟ بقولي الاثنين هنا وهنا بيلعب 6 و 6 مركز 6 دايماً اللي هو يعني بتطلع عليه خط الدفاع بيطلع دايماً عليه فآه لا غيلان شعلاني عمل مباراة كبيرة من جانب الترجم شوف أن رودريجز يعني بالنسبة لي أهم لعب في فرة الترجم هو مزعج لدرجة كبيرة جداً أكثر من ينسس أكثر من ينسس يعني بحيثه بطيء جداً هو الخطة الخطة تقريباً أيمة على رودريجز يعني خطة وطريقة لعبه اللي بلعبها ميجيل كردوزو على رودريجز المواجب البرازيلي عشان يدي مساحات لكل اللعيبة سواء ينسس اللي قلنا واحد من اللعبين لما خرج من مباراة وشوفت أنه هو خروجه رايح ندقالي كتير جداً ودفعات ندقالي لكن ينسس في المباراة اللي خارج الملعب أو خارج ملعبهم بيبقى متقلق جداً لأنه هو سريع جداً وبيعرف يعمل تحولات وهو أفضل لعب في الترجم التونسي بيعمل تحولات هجومية عنده سرعات وبينجح في أنه هو يروح دايماً في المساحات الفاضية الهجوم الحذر يعني بتهيلي ده هيبقى طريقة تفكير مارسل كولر فبدايته للمباراة على الأقل السيناريو يمشي إزاي؟ سجلنا هدف مبكر خير وبركة حطينا التاني العصاب ارتاحة دخلت التلاجة بقى الجيم مفتوح الترجي ما عندهش حاجة يخسرها هيطلع من المنطقة ده السيناريو الأهلوية يتمنونه صح؟ لكن لغاية لما السيناريو ده يحصل ما اعتقدش أنه هيبقى فيه الهجوم المكسف قدام فريق بحجم الترجي مظبوط؟ لا يعني لو تسألنا عن رأيي لا أنا بشوف أننا نفسك حاجة أختار لا أنا بشوف ما أنا هقولك نلعب إزاي ليه ليه لأنه لأنه خلي بالك أنا حسيت أنه تكلفات الحداشر بتوع الأهلي من أول شو باللغاية وسام يغلب عليها الوجبات أو التكلفات الدفاعية في مباراة رادس يعني الكل في الملعب بيقدي أدوار الدفاعية ولما تقديها لو فيه فرصة يبقى لك دور هجومي مفيش مانع لكن التكلفات اللي جاءت من قط اللبس من كولر لكل اللعيبة أم من دفاعي من أول وسام أبو علي ووراء مام عشور لبرسيتاو على اليمين وشحات على الشمال اللي بقيت الفرقة بقى وراء حتى الظاهرين لما نشوف كريم وهاني تقريباً مفيش مشاركة محدش عدة خط نص الملعب طيب يعني انت بص انت كده لو هروح معك للسيناريو اللي انت بتتكلم فيه فحنا هنروح للسيناريو المشابه للقاء الرجاء في سيمي فينال دوري أبطال وبعدها الودات في الفاينال ولكن أنا عايزة بيعلك سيناريو تاني خالص تشوفها تشتري سيناريو لقاء من أهلي وصنداونز ما بقولش انه هيل على كده ما بقولش انه هيل على كده ما بقولش انه هيل على كده السبت ضغط ضرب الجزاء عرضتين ايه رأيك في السيناريو ده ده أفضل ولا انا بقول الهجوم الحذر ده يستدعي انه يحرر اللعيبة الهجوم خير وصلنا للدفاع هجوم حتى الثمالة لا انا قصد اقول انه يعني وارد جدا يحرر مثلا اكيد طبعا الثلاثة الامامي ومن وراهم بعض التكلفات مثلا اكيد الامام ومعاه مثلا اكرم طوفيق مثلا مروان اعتقد انه بلوكر اكتر منه يبقى فيه زيادة عددين ويبقى متحفز شوية في الارباع الرباع الدفاعي بتكلفات اقل شوية او لو هاني زاد يبقى كريم سابت او لو كريم زاد يبقى هاني سابت مثلا يعني ولا ليك انت فكرة تانية او شايف ليك رؤية تانية انا شايف ان احنا على ارض الملعب نقدر نفرد طريقتنا ونقدر نفرد شخصية النادي الاهلي من البداية زي ديني مثل يعني مطش الاهلي ومزنبي في العودة في القاهرة هو دين المسال الانسب بالنسبالك يعني مزنبي يختلف عن الترجي يعني مزنبي يختلف عن الترجي ولكن انا بتكلم ان ان انا لازم من البداية ابادر بالهجوم ماديش فرصة للفريق ان هو يعرف يوقف لان كده كده لعبة الترجي هيبقى عندهم حالة الخضة من منظر الملعب والاجواء اللي هتبقى موجود في استاد القاهرة زي ما دغطت الهلال السوداني لو تفتكر في مباراة الصعود من دور المجموعات واحرصت هدف في التاني في التالت ماديتهمش فرصة كذلك مباراة الرجاء كسبت اتنين اتنين مقابل اشي ومباراة الوداد سجلت هدفين واستقبلت هدف في اخر المباراة فانا عندي استقبل هدف في اخر المباراة ولاني لا قدر الله استقبل هدف في بداية المباراة هيعقد تماما الحسابات فانا لا اه عايب عندي حذر دفاعي تعامل جيد عدم سرحان تركيز في عملية الوقوف داخل منطقة الجزاء والتعامل مع الكرات العالية سواء العرضيات المتحركة او العرضيات من الكرات السبتة فقط لغير لو قدرت اعمل ده دفاعيا فانا هجوميا هستخدم كل ادواتي وكل مفاتيح لعبي في الاجهاز على دفاعات الترجي مبكرا لاحراز هدف والبحث عن التاني والتالت وانا بشوف ان النادي الاهلي الاهلي لو اختار سيناريو الهجوم من اول دقيقة مستغلا كل مفاتيح اللعب اللي في المناطق الامامية مع المسندة اللي هتيجي من وسط الملعب انا بشوف ان النادي الاهلي قادر يسجل هدف واثنين قبل نهاية الشوت الاول بالله رفع راية الهجوم من البداية هجوم حتى يعني زي ما بيقول نتمنى ان شاء الله يعني في النهاية طبعا يعني احنا اللي يهمنا طبعا انه زي ما قلت السيناريو الافضل هدف مبكر يريح الاعصاب يخلي التوتر والضغط على الترجي اكتر يخلي الاهلي اقريب جدا جدا ويكسر حجز الهدف اللي ممكن اللي قدر الله يسجله الترجي هنا في القاهرة فبالتالي السيناريو المباراة يروح لشكل لطيف وهدف قبل ما تدخل قوض اللبس يبقى كده ايه طب ما تخليهم اتنين يعني اتنين في الشوت الاول ما انا بقول لك هدف مبكر وهدف قبل ما تدخل قوض اللبس بين الشوتين يبقى كده نزل الشوت التاني تلعب من العضع نزل المتع ان شاء الله طيب خليني وذاكرة كل لاعب في مركزه ذاكر وحفظ وقضى تسعين دقيقة بذاكر لعيب الاهلي اللي بيلعب قدامه هنا السؤال لحمد بعد الفاصل هل من الممكن يكونوا فيه مفاجأة في التشكيل هنمن الممكن نشوف اوراق متغيرة في سكواد الاهلي عن الاوراق اللي بدأت المباراة في رادس هسمع منها كالاجابة لكن بعد الفاصل غياب معلول بالتأكيد عامل مؤثر جدا جدا سواء على قرية مارسل كولر لسيناريو ماتشو السبت او على تحضير وتجهيز كاردوزو لفريقه في مواجهة السبت القادم علي طبعا بالتأكيد دي تأثير غيابه يعني هيكون مؤثر بالتأكيد هجوميا لكن الاهلي عنده بدل المفتاح عشرة وبدل الحلول عشرين لكن دفاعيا هنا القصة وهنا الحكاية وهنا الرواية وخصوصا انه يمكن حتى وانا بتكلم مع عبدالله احمد في الفاصل قلنا انه كاردوزو هيربي بتقله على الجبهة الشمال في النادي الاهلي في محاولة لاستغلاء غياب علي معلول كنت بسأل احمد قبل الفاصل بداية هل تراهن على الاوراق ده مرسل كل الفرصة في مباراة رادس ولا شايف انه المفاجآت وردة او التغيير ورد فيه تغيير ورد طبعا يعني غياب علي معلول المؤسر جدا زي ما تتكلمت يا احمد هيب فيه تغيير وفيه بديل علي معلول وأتوقع أتوقع يعني كولر هيبدأ بمين يعني أنا أتوقع هيبدأ بأحمد نبيل كوك على حساب على حساب علي معلول لكن أنا أتمنى ان كريم فواد كريم الدبيس هو اللي يبدأ كريم الدبيس بس هنا بناء عن عن تفكير كولر هل هو عايز يضغط ضغط عالي من أول مباراة أو هيضغط ضغط عالي الأفضل يبقى كريم الدبيس انت هتختار هنا ايه هختار دور دفاعي ولا دور هجومي لو دور دفاعي هيلعب أحمد نبيل كوك أحمد نبيل كوك نبيل كوك لو دور هجومي وعايز يضغط الترج يعني بصراحة يعني أنا بحب كريم الدبيس جدا بس مصعب قوي كريم ترجعه في نهائي دوري أبطال أتفق معاك جدا مباراة حسيمة قدام ترجي أتفق معاك وقدام الجبهة اللي بتهايلي أنا شايفها إنه الجبهة اليمين عند الترجي قوية جدا هي قوية جدا وكردوزو أكيد هيلعب هيلعب في سيناريو العودة إنه هو يعتمد إنه غاب عليه معلول هيبدأ برضو إيه يلعب على الجبهة طبعا لكن أعزو لك كولر مدرب جريء مدرب جريء وهو عنده سكة في جميع اللاعبين ممكن تشايف إن كلمة دي بيس بعيد في بعض الفترات لكن هو ممكن يعني يفاجأ كبيه في المباراة عادي جدا يعني أقول لك مثلا إنه كوكا بالنسبة لي في مطش الاتحاد جدا بداية مباراة كان مفاجأة كبيرة جدا والمباراة اللي بعدها أكرم توفيق يعني أكرم توفيق فإذا أتكلم إنه هو دايما بيفاجئ هو عنده جرأة المفاجأة التانية المفاجأة التانية إن ريدا سليم أتمنىها ريدا سليم على حساب بيرستاو وأنا كنت أتمنىها في مباراة الزهاب أكتر من مباراة العودة لكن أتمنى ريدا سليم يبدأ على حساب بيرستاو في مباراة العودة لأنه عنده سرعات كبيرة جدا وإحنا تكلمنا برضه في الفاصل وقالنا أن فريد ترجل ترسيم ما عندهش سرعات يعني هم خط الدار حتى ما عندهش سرعات فأشوف أن ريدا سليم هيبقى ليه دور مهم جدا في مباراة العودة طبعا يبقى ليه دور مهم جدا لكن التشكيل أغلبه طبعا إمام عشور وأكرم ومروان هو عايز برضه يبقى يلعب بطريقة متوازنة لحد ما يعني هيجازف وهيهاجم هجوميا بضغط عالي وهيعمل زي ما بلال قال أنه هو يخلي إمام عشور يتحول كمهاجم تاني في حالة الضغط العالي ودي حاجات مهمة جدا من بداية المباراة وأتفق جدا مع بلال إن الضغط العالي معلش سؤال يعني إذا كنا متفقين كلنا يعني ما صدقنا اتفق معايا طب خلينا أسأل بلال أول إيه اللي أنت تتمنى أو إيه المفاجآت أو التغييرات اللي حاسس أنها تبقى مناسبة للمطش السبت من وجهة نظر من وجهة نظر أنا لو يعني من وجهة نظر أنا لو بختار التشكيل هختار أن أنا أستغنى عن محمد هاني من بداية المباراة وأروح بأكرم لمركز الظاهير الأيمن وأبدأ بثلاسي وسط الملعب مروان عطية أحمد نبيل كوكا وإمام عشور في الثلاسي الأمامي هختار أن أنا برضو لماذا اختارت كوكا جاي من مروان وإمام؟ لأن ده الثلاسي اللي أنا خط به تقريبا أهم لقاءات الموسم وفي كل مباراة كانوا بيثبته نجاح كبير جدا خط دلك برضو كوكا جاي من لا هو ما غابش كتير يعني كوكا مدة غابه ما تعددش أعتقد العشر تيام لعب عنده حيوية وعنده طاقة لسه لعب صغير بيلعب برجليل شمال وده بيدي تنوع في الحلول اللي في وسط الملعب يعني اللعب بيبقى عندك لعب أشول في وسط الملعب دي بتبقى إضافة أو يعني بتديك إضافة نوعية في عملية التحكم في الكرة أو تمرير الكرات في وقت من الأوقات فأنا بعتقد أن الثلاسي كوكا مروان إمام عشور في وسط الملعب مع وجود أكرم في الظهير الأيمن وكريم فؤاد في الظهير الأيصر أعتقد أن ده ده التشكيل الأفضل بالنسبة لي مع الثلاسي الهجومي أنا هختار بيرسي تاو رضا سليم وسام أبو علي برضو هستغنى عن حسين في الشوت الأول وهبدأ برضا لا أنا اختلفت بس هو اختار رضا مكان بيرسي أنا اختارت رضا مكان حسين بس يعني أنا بختار إن الثلاسي يكون رضا تاو أنا لسه عند رأيي وتاو مش عايز ينصفني مش عايزة لسه عند رأيي تاو هيعمل حاجة مهمة أنا هديكم التركيبة دي وكل واحد يقول لي التركيبة دي كم في المية ليها أدوار هجومية وكم في المية ليها أدوار دفاعية يعني أحمد اختار كوكا وجنبه مروان ومعاهم إمام صح؟ جبلال اللي اختار اه 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 انا عن نفسي اختار اخترت أكرم مع مروان لو أنا اللي اختار انا اختار مروان وإمامه أفش في مباراة دي فأقول من أول مباراة لو أنا اختار من أول المباراة انت كده حرقة السؤال يا أبو حميد حرقته اه اه انت كده حرقة سؤالي لأن أفش نزل عامل ربع ساعة ليه فريق جاي يلعب قدامي زون وما أعتقدش انه ممكن ياخد أنا أقولك انه الاهلي لو تقدم 1-0 يعني الاهلي لو سجل أول هدف الترجي مش هيتحرك من منطقة الجزائر يعني الترجي مش هيتحرك برضه شهي هاجم خالص شهي بقى فيه رد فاعل بعد الاتنين هيبدأ الترجي سيب يتخلع عن حزر وبرده هيبقى الترجي مش قوية السؤال هنا ليه لما يبقى عندي فريق هيلعب معي زون ومش ناوي يطلع من نص ملعبه ما أبدأش بأفشة ومروان بأفشة وإمام ومعهم مروان بص هو أنا بشوف أن أفشة وإمام على قد ما هم حلول هجومية مميزة جدا ولكن لو حد فيهم يعني أثر في الأدوار الدفاعية مش هقدر أحسبه أو هقدر ألومه علشان كده أنا اخترت ان أنا روح لكوكا في وسط الملعب ده إمام من أكثر اللعبة اللي جريت في مبارات ولكن برضو إمام يصنف كلاعب يعني بيصنف أنه لعب بوكس تو بوكس لا هو كان يلعب 8 الواحد وأصلا معه ولكن أنا أتكلم أن أنا بدي لإمام تكلفات هجومية كبيرة جدا إمام كريبا ده لعب بك يمين قدام سادي ونيف كاسرومان لا إمام أنا بشوف أن إمام أصلاح أبو ساحمد حتى أعرف شناح أنا لها وجهة نظر أنا هنا حطت القصة في إطار أنه فريق هيلعب معي زون ومش هيتحرك أنا لها وجهة نظر في القصة دي أنا مش عايز أستهلك إمام عشور في الأدوار الدفاعية أنا عايز إمامي يبقى بيلعب لعب حر على قد ما أقدر أنه أدي له أريحية وحرية أنه هو يقدر يقوم بالمجهودات الكبيرة والطاقة الكبيرة اللي عنده في النص أو نص ملعب الفريق المنافس مش عايزة أستهلك إمام في عملية ارتداد متكررة طوال أدوار المباراة ضغط عالي ويرجوع للمناطق الخلفية بعد كده علشان لما يمسك الكرة يبقى عنده من الأريحية البدنية اللي تساعده أنه هو يبتكر في الحلول الفردية وإمام خلينا نتفق أن إمام أميز لعب من ناحية الحلول الفردية في فريق النادي الأهلي علشان كده أنا رحت الكوكا ما رحتش لأفشة لأن كوكا بص طبعا إمام مميز جدا هجوماء لكن أنا بشوف عبدالقادر في حلول الفردية طبعا يعني طبعا أنا برضو خلي بالك أنا لازم لازم بيعني دكة بشوف الشحات لما بيبقى فيق حلول فردية برضو عشر على عشر صواف التسجيل أو صناعة بيرستاو لما بيكون فاق قوي يعني بيرستاو كان واحد من أفضل مفاتيح اللعبة في الأهلي لنسخ الدور بس خلينا نتفع يا أحمد إن إحنا لازم يبقى عندنا دكة آه على أرض الملعب بختار أفضل حداشر ولكن لازم أبعامل حسن عندي دكة عندي أحمد عبدالقادر دكة قوية جدا عندي محمد مجدي أفشا اللي نزل قلب المباراة في الشوت الثاني وعمل تقريبا عشر ده ورمع ساعة مميزين جدا لو أبقت حسن الشاحات أورد أسليم واحد فيهم على دكة البودلاء هبقى عندي دكة قوية جدا زائد إن أنا كمان عندي محمود كهربا أو لسه أقول لك عندي محمود كهربا مش لازم أنساه كهربا في المباراة خاصة اللي بتتلعب في القاهرة مع وجود الجمهور كهربا هو ربنا بيحبه في المباراة اللي زي كده بينزل وبيسجل فأنا عندي لو كده كده هبقى عندي الرباعي ده على دكة البودلاء يعني كهربا كمان بحسوا إنه في المطشط دي الكبيرة الدوافع عنده الزبقى بقول لك كهربا لما بيشوف الجمهور وليه علاقة قوية طبعا أنت عارف كهربا وحب الجمهور لكهربا والدوافع اللي بياخدها هو بيستمد قوته بالمناسبة من وجود الجمهور زي ما مارسل كولر كده أيضا من دمن الحاجات اللي دايما يتكلم عنها إنه هو دايما بيحب يشوف جمهور النادي الأهلي في الملعب ففي ناس كده لها علاقة خاصة مع الجمهور وكهربا واحد منه فأعتقد أن أنت لازم بعمدك دقة قوية ولازم على أرض الملعب بقى فيه 11 لاعب قادرين أنه هم يعملوا لك أو يطبقوا لك الخطة والطريقة اللي أنت عايز ترسمها أو أنت رسمها قريدي داخل غرف الملابس وزي ما منو الجزء قسم لقاء الصفاقس لو تفتكر في 2006 وزي ما مارسل كولر نفسه قسم لقاء الوداد وبعد ديئة 60 لو تفتكر عمل 3 تغييرات قلبوا المباراة وأحرزنا بعدها هدف التعادل لو تفتكر هو اختار أنه يخرج مروان عطية عمر مروان عطية حمدي فتحي حمدي فتحي مروان عطية نزل أفشة والسولية وتقريبا وحسين الشحات ونزل أفشة والسولية وأحمد عبدالقادر قدرت بعدها على طول ترجع في اللقاء فقدر ده أهمية ليكون عند الدقة قوية طبع وده اللي يمكن بميازل أهلي عن الترجي لا الترجي بالذات يعني الدقة بتاعته بعيدة أو في وارق بينها وبين ما عندهمش لايب وميازل الأساسي كبير جدا خلينا نشوف الحالات أنتم مجهزينها حالات من مباراة رادس آه ينبذبت حالات نشوف حالات حالات للحاسم آه حالات للأهلي وحالات للترجي نشوف الحالات اللي جهزة معنا دي حالات الترجي طبعا هي دي الهجمة أو أخطر هجمة عملت في المباراة الزهاب وشوفنا إزاي الترجي تونسي استغل ودي قلت لك أن هم استغلوا طبعا خروج عالي معلول وهنا أنا عايزة بس أوريك قوة المهاجب البرازيري رودريجز يعني في الكرة دي هو نزل على أنه راح على العرض القريبة ورح عمل فنت وهنا منعم هو اللي كان القريبة هو رودريجز راح على القريبة لو جبنا السلائد اللي بعدها هتلاقي أنه راح عمل فنت ورح راجع تاني على البعيدة ممكن نشوف هي دي هي دي الحالات اللي أنا جايبها أرى بس جايب دي هو أحمد بصفة يشرح النقاط الضعف بس أنا جايب دي بص يا أحمد دي واللي بعدها علشان أقول لك أن بص هنخش على الحالة اللي بعد دي بعدها آه نخش على السلايد السراحان بس أنا جايب النقاط الدفاع أنا جايب الحاجة الخاصة بإحنا هنا تمركزنا في الكرة بس خليني بس برضو أوضح خروج علي معلول برضو علي معلول في اللقطة دي كان بره الملعب والسيناريو بتاع اللقطة دي من بدايتها كان فيه كلام بين الشحات يعني الشحات رفع عاديه كده إنه هو اللي هيغطي مكان علي معلول وإمام كان رايح أساساً يغطي وحصلت هنا إنه لعبت التراج يركزوا على النحل بصور البعض على إنه هم يلعبوا يستغلوا غياب عنه عشان كده كانت الهجمة فيها مساحات كده بس رغم المساحات أنا شايف برضو سوق تمركز سوق تمركز بالضبط لا ده سوق تمركز أكتر أتبان في اللقطة تأي وهنا بقى بص سوق تمركز هنا بقى إن رودريجز قدر يعمل الفينت اللي بقولك عليه ودريجز بقى الوحده ودريجز بقى الوحده تماما وحط الكرة طبعا تقول لك مصطفى شوبير يعني تقريبا بقى أطرافصة وبايع الكرة تبتلعت يعني برد بص يعني تحرك ودريجز ده مهاجم خطير جدا بقى في تحرك كويس جدا داخل منطقة الجزاء أنا لكي جبت اللقطة دي عشان أقول اللعيمة التادل أهلي في مباراة السبت لازم تعمل مجود مضعف مش فكرة ان احنا هنهاجم وندغط ونجيب هدف مبكر وخلاص لكن الدور المهم جدا الأساسي في المباراة دي انه ما يدخلش فيك جون ففكرة التمركز وفكرة ان انت تمنع أي خطورة عليك في مباراة السبت مهمة جدا جدا فريق فريق ترجل تونسي هو يعني فريق ما عندهوش لعيبة المهارية كتير جدا لكن انا عايزك تنسى رودريجز تعال نعد كده في الكدر ده في كامل عيب من الاهلي وكامل عيب من الترجل ومفيش لعب ممسوط واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الكدر ده في ثمن لعيبة من نادي الاهلي يعني باستثناء بيرسي تاو وطبعا علي معلول برة فمفيش غير بيرسي ده حتى بيرسي تاو بتهليهو اللي هناك ده مفيش غير بوسام أبو علي مظبوط مفيش بوسام أبو علي وده محمد هاني مصد ثلاثة لعيبة من الترجل وكلهم فضين وكلهم فضين فده اللي بتكلم خلي بالك الكرة دي اتكررت في لقاء مازينبي والهدف اللي تم نفس الكرة تقريبا نفس الكرة تلعبت مع شان كده احنا بنتكلم عن أهمية التركيز وعدم السرحان في الأدوار الدفعية لأن الكرة زي دي ممكن تكلفك بطولة على طول لأ أبعد من أنها تصعب عليك الأمور تتكلفك بطولة كرة زي دي اتكررت في مباراة مازينبي اتكررت في لقاء الترجي وكمل أحمد الحالات احنا تكلمنا أحمد لما جبنا لمشوار الترجي في الحلقة اللي فاتت قلنا للترجي قوي دفاعيا وهجوميا بيسجل من أنصف الفرص هو عايز هجمة زي دي عشان نسجل منها فقط لغير مش عايز حالة تانية ففيرت الترجي لو قدرت تجيب فيك هدف هتصعب الأمور عليك جدا لأنه هو دفاعيا بقى قوي هو وصل للنهائي في أغلب المباريات تقريبا بتانية نتيجة سلبية وصفر صفر ضربات جزاء فاتت بتتكلم أنه هو هجوميا مش أقو حاجة عشان كده تتكلمت وقلت لو الناد ألي جاب هدف أول هو مش عامل رد فاعل لأنه ما عندهش اللعيبة اللي تعمل شرصة كبيرة جدا اللعيبة اللي عندها حلول ما عندهش لا وبالنسباله عارف برضو أنه هو نفس الهدف اللي هو عايز يسجله من هجمة مرتدة أو من كرة سابتة هو اللي هجيب له البطولة يعني هدف الأهلي بالنسباله كأن لم يكن هدف الأهلي ما زالت النتيجة بالنسباله صفر صفر أنا برضو لو جبت جون واحد هاخد البطولة فبالتالي مش هيغير تاكتك إمتى هيغير لو تفتكر نهائي الهدفين نهائي الوداد 2017 كرة أشرف بن شرقي اتسرقنا في لعبة زي دي نفس الكرة بالزبط ضيعة علينا بطولة علشان كده ما بقول لك كرات زي دي هتروح معاك لقدر الله لأصعب من النهات صعب عليك مباراة لقدر الله تكلفك بطولة فلازم التركيز والتركيز الكبير جدا 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 من اللاعبين يعني أنا مستغرب في الكرة دي على حاجتين هل اللعبة هل الربيعة وعبد المنعم لعبوا على الكرة ولا لعبوا على الراجل لو لعبوا على الكرة هيوصلوا قبله ولو لعبوا على الراجل هيضايقوه هم لو وصلوا قبله ولا دايقوه فدي نقطة لازم يشير دي طيب بلال طبعا الحاجات دي كلها ملاحظات بلال وأحمد عشان طبعا مباراة العودة لانه اعتقد اذا كان الترجي لعب على فكرة الزون وده ظهر جدا جدا وهو بيلعب على أرضه وسط جمهوره فاخر ربع أو تلت ساعة من مباراة رادس فريق بيلعب على أرض ملعبه وسط جمهوره وصيب الكرة للنادي لأهلي عشان بس مجرد ما يستقبلش هدف محدش فيهم موجود أساسا في نص ملعبنا فبالتالي اعتقد انه سيناريو مباراة العودة مش هيختلف تماما عن آخر تلت ساعة أو ربع ساعة لعبناها في مباراة رادس مهم جدا 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 الحذر كل الحذر في الكرات السابتة والكرات المرتدة ممكن سريعا كان شو الحالات بس بسرعة احنا مش هنقف عندها كتير بص دي كرة تانية بقى دي كرة تانية تكررت في الشوت التاني يا أحمد نفس الكرة عملت عرضية بص الراجل بتاع الترجي هو اللي بياصل وبيلعب حسام غشة اللي تكلمنا عنه دي طلحها بره بيلعب لا هي طلعت فوق العرضة طلعت بره اه طلعت بره اتكلم انه هم دايما بيحاولوا يسرقوك في الكرات العرضية ده واحد من الفاولات الوهمية الكتير او اللي حصابها مصطفى ولكن بص دي نقطة قوتهم الاساسية انه هو يلعب الكرة العرضية سواء العرضية المتحركة او العرضية السابتة ويجي لاعب انت مش شايفه غير مراقب تماما فيدخل لداخل منطقة الجزاء ويسجل دي نقطة الاهم والرئيسية اللي يلعب عليها الترجي نروح بقى بعد كده سريعا هم الحقيقة كمان عندهم ايجادة كبيرة جدا سواء دفاعين او هجوميا في التعامل مع الكرات العالية هو بيسرقك كمان يعني اللاعب اللي بلعب الكرة اصوال عندهم اصوال عندهم كويسة جدا بص احنا عشان ما نقفش كتير عند الحياة احمد ما فيه ثلاث ثلاث صور ورا بعد هنجيبهم دول الثلاث هجمات الوحيدين اللي عملهم من نادي الاهلي في اللقاء واللي تصادف انهم متشابهين بالزبط يعني احنا نشوف الكرة الحالة الاولى وخلاص اللي بعد دي نروح للحالة اللي بعدها سليد اللي بعده سريعا بص يا احمد دي الكرة اللي اختار فيها حسين الشحات ان هو يصوب رغم ان هو عنده في الشمال بص امام عشور دي الكرة خلاص بعد ما طلعت تصويب حسين الشحات ده اللي في النص ده حسين الشحات على يمينه وسام ابو علي وعلى شماله احمد امام شركت وعلى شماله امام اصلا بعد القرى حتى امام نفسه بعد القرى يعني كان بعاد يشاورله بالزبط فاختار حسين التصويب رغم ان دي وضعية صعبة جدا للتصويب الحالة اللي بعدها بتاعت وسام بتاعت امام هو في اتنين للشحات وواحدة لامام اتجبتش حالة وسام اللي كان فيها انفراد تقريبا من نص اعطاها بصورة كويسة مش عارف ما عنا الحالة اللي بعد دي على طول سلاد اللي بعد ايوه دي تصويب امام احمد برضو يعني هي رغم انها راحت خطيرة ولكن انا كنت بشوف ان ممكن يكون عندنا حلول جمعية افضل خاصة مع تاماركوس بيرسي تاو لو انت قدرت تلعب على بيرسي تاو كما حتى تسريد عليك واللي فاتح هنا شارع ده اكرم اعطا اكرم توفيق في اليمين فاضي خالص حتى رفع ايده لو انت تاخد بالك رفع ايده وعنده شارع قدرت منه لانه بيرسي تاو ضم الجوه تاو دخل كداني مع مع اسامة هو واكرم طالع انا اعطا لك الحاجة ابلالي يعني اعطاك معلش اعطا لك ان المباراة السبت هتخلص بكرة زي دي خليك فكر كلامي كويس جدا المباراة بفاتك هترد في عياتك كبيرة جدا وجرء امام تحسابله والتصويب مهم جدا امام مميز فيها وعنده تسككورة دي على فكرة كانت خطيرة على المرمى فعلك من مسافة بعيدة فامام انا اتوقع ان المباراة السبت هياخد تعليمات وهو عنده الامكانيات دي ان هو يصوب كتير جدا على المرمى بس بست ماركوز خط تدفع الترجي التونسي عامل ازاي هنا يعني الباك اليمين بن علي قافل على حسين الشحات وسام واخد معاقل بين الدفاع الباك لفت ضم فرسي داو لما ضم ودخل قرب من وسامة ابو علي خد معاقل باك الشمال فالناحية لمن عندك هنا اقرأ انا بكلف في احمد ان كده خليني بس اقولكم كمان اللي جالنا من تونس دلوقتي انه محمد بن علي ده اللي جاي من تونس يعني مش خبأ يعني من عندهم محمد بن علي هو الاقرب ان يلعب مكان بالأميدة كظاهير ايصر بالضبط كده هايبه زي النادي الاهلي زاهير ايمن بيلعب زاهير ايصر ووسامة السهيلي بره القايمة اساسا ما جاش مع البيعسة من تونس يبقى كده رائد بوشنيبة هيلعب كظاهير ايمن ورائد بوشنيبة ده اللي جابه جون على فكرة في مباراة عورات بريتوريا مع سندر عنده تكملة هجومية مميزة جدا رائد بوشنيبة وعنده سرعات كمان بيقدر ودريبلينج مميز بالكرة يعني الكرة بيقدر الكرة يقدر ان هو يلعب لوسام او يلعب لأفشا اللي بالمناسبة كانوا اخد وضعية جيدة جدا احنا التلات كرات احنا بنطالب اللعبة دايما ان هو يكون عندهم حلول فردية نستغل خاصية او ميزة امام ان هو تقريبا المسدد الاميس حاليا داخل الكرة افريقية امام عشور لعب يمتاز بالتصويبات ولكن انا بتكلم ان لما يبقى عندك حل جماعي انا بفضل ان انت تروح له افضل في الوضعيات الصعبة لكتزديد مش الوضعيات ان انت تقدر تسدد فيها فيه وضعية ممكن تكون صعبة شوية فاختر ان انا حل جماعي افضل وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونحتفل بإذن الله بالفوز نحتفل ان شاء الله مع بعض ان شاء الله بإذن الله دور كبير جدا لجمهور نادي الاهلي رهننا كبير جدا 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 على مارسل كولر وكتيبة لأهلي الحداشر اين كاتل اسمال حياة اي حداشر يعني هيشاركوا في المباراة بإذن الله كلنا ثقة ان شاء الله بإذن الله انهم هيقدموا جيم كبير جدا ويحسموا لقب البطولة ان شاء الله وبإذن الله يكون التوفيق حالفنا بإذن الله ان شاء الله التوفيق عامل مهم جدا الثقة مهمة الهدوء مهم جدا التعامل مع حكم المباراة مهم جدا عدم انك انت تستدرج لفكرة الاستفزاز أو التشتيت أو الخروج عن تركيزك في المباراة كلها عامل أكيد طبعا الكباتل الكبار في الفريق عمر السلية علي معلول محمد الشناوي كلهم هيتكلموا مع العادة النادي الأهلي في زاية عاملوا مع التسعين دي وإن شاء الله بإذن الله الفوز يكون حلفنا والفرحة تكون لجماهيرنا إن شاء الله يوم السبت الجاي بشكر أحمد مصطفى بشكر بلال محسن شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا واستمتعنا بيكم كالعاد كل التحية لكم ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة